مجلس الوزراء بداية أن أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى عاحل البلاد المفدى الذي منحني ثقته السامية بأن أكون رئيساً لمجلس الشورى ومكنني من أقوم بالعمل البرلماني لخدمة البحرين ولخدمة أبناء البحرين وهو صاحب الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى وثانياً أتقدم بالشكر الجزير إلى جميع أخواني أعضاء مجلس الشورى الذين لو لا تعاونهم معي لما كنا نحقق هذا الإنجاز فهذا الوسام هو وسام للجميع لأننا نعمل كفريق واحد لمصلحة هذا البلد العزيز ونحن مهما قدمنا فوطننا قدم لنا أكثر وبالتالي فنحن نعجز عن ما نقدم لأن هذا واجب علينا وأنا أعتقد سنعمل بالمزيد لما يحقق مصلحة هذا الوطن العزيز وفق برنامج جلالة الملك الإصلاحي منذ أن تولى مقاليد الحق في هذا العهد الزاهر ترجمة نانسي قنقر